اشتركوا في القناة 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 كما خدم كمنتج منفذ في بعض الافلام والمسلسلات التونسية والعالمية من خلال شركته الخاصة سينباد للانتاج كمو نصرح برشة مرات انه يرفض بشير بتروحه بنوع معين من التعبير السينمائي هذك علاش نوع انتاجه بين الروائي والوثائقي وعمل افلام قصيرة كما ربما ليلة صوت النحاس برج كاستيلو مرحلة من التاريخ وكاتب عمومي يظهر لي بشتنطر شو مرأيك انتروح وارجع عنها لاخر هكاك اتخمي ليحش بشتقول لولدك الرعدة بعيد ما يخوفش اما ما نخسر شي حبني نرجع لك غضوة في الوقت هذا ولا قبل شوية وقيت هذا اما ديشي نار سبت اقل عباد وكاكا نجي نعملك جواب بالمرتاح وعمل زادة افلام طويلة اولها كان كلمة رجال عام 2004 اللي عمل ضجة وطرح قضية تعدد الزوجات وكان تعرض في المهرجان العالمي بالدنمارك فيلم الثاني اخر ديسمبر اللي تعمل عام 2010 فيلم صهرتنا الليلة بطول الضافر عابدين وهند الفاهم فيلم يحكي في حكاية بسيطة اما يصورها المخرج في مشاهد جميلة كي ينهى لوحات رسم كلاسيكي لطبيعة حية الفيلم اخذي الجايزة الخاصة بلجنة التحكيم الأحسن ممثلة في مهرجان لقهر السينمائي والجايزة الثانية فيلم مهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجينيف والجايزة الثانية زاد في مهرجان مسقط بعمان فيلم الثاني كان حرة اللي تعرض في افتتاح مهرجان لوكاغنو السينمائي الدولي بسويسرا شيطان القايلة كان الفيلم الروائي الطويل الرابع في مسيرة مخرجنا يعالش مجموعة من القضايا الاجتماعية أهمها السحر والشعوذة وزاد عمل الفيلم لمسة اللي خرج لقاعة السينما عام ناول في الفين واثنين وعشرين موعز كامون حب يبين من خلال أفلامه أنه لازم يكون لكل مخرج بصمته الخاصة وزاويته الذاتية بعيدة على التكرار والتشابه يعتبره النقاد من مناصر السينما الجماهيرية ويحسب له في تجربته أنه بتعد على الطابع الفلكلوري وتعامل بمنتهى الواقعية والجدية مع الواقع التونسي المعاصر بلغة سينمائية جديدة حصلوا برشة تفاصيل أخرى نخليكم تكتشفوها مع آمال وضيافها تفرجوا في الفيلم وما تنساوش النقاش أرجع نالكم مر أخرى إن شاء الله العنصر المصور اللي حضرت هنا مدام مديح المعمري نال إعجابكم أحنا واصلين حلقتنا وكل عادة معانا مخرجنا سيمو عز كامون نعود ورحبوا بي ونقولوا مرحبا بيك سيمو عز عسلامة ومرحبا بالمستمعين واللي بشية تفرجوا فينا تفرجوا فينا كذلك نحب رحب أستاذي والمخرج الكبير والناقد الكبير سيد تهر بن غذيفة مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالمتفرجين في حلقة تحكي على السينما في التلفزة هذا ما نجم يكون كان بالنسبة لنا فخر أحنا هذي صفحتنا ثانية معاك كنا عدينا حلقة على الفيلم متاعك سند بيد وكانت من أرواح الحلقات الحقيقة شكرا أنا فخورة بيها الحقيقة واليوم هذه الحلقة الثانية احنا في الحصة الذية اللي عجبنا نعودوله أكبر اللي عجبنا نعودوله واحنا صفحناك كذلك سيمو عز في رمضان كانت عنا مصافحة معاك في الفيلم القصير متاعك كاتب عمومي لأنه كنا حبينا من الأول أنه معنا تخرج في الحصة هذه بفيلم لكن البرمجة في رمضان حبت أنه معناش برشا وقت هك علش كانت الاختيار أنه ناخذوا أفلام قصيرة في رمضان نعود ونرحبو بيك مرة أخرى في فيلم طويل جديد آخر ديسمبر قدش عندو من سنة يدام اللي عملتو دميل ديس براسك 13 سنة صغير زي جديد جديد ديسم جان بعده نجم القايلة اي جكوا اما شيطان القايلة شيطان القايلة جان بعده فيلم حرة حرة عندك لمسة وبعدك شيطان القايلة وبعدك لمسة لك لمسة هو الخريني بالكل معناه سيتون كل مرة مشكلة جديدة قصة أخرى نوعية بتاع تصوير أخرى كل مرة نحاولو نعملو حسن نحسنو هذا قولو هذي ممكن كان نعملها كخير يبو يتكس اتغال في كل فيلم وكيف نهو والأفلام ما أعرف مهنش كيف شقولوها معنا مش علم كيف معنا مش علم بواضح دونك نحاولو هي مسيرة تبدأ من كتابة السيناريو وبعد تمشي للتصوير وبعدك للتمثيل وبعدك كذا دونك سيتوتا بروسس اللي في الأخر دلاشتوا يعطي معنا ديما هذيك الحاجة اللي باية في الخدمة هذي اللي ما تجمش تعرف شرين النتيجة معنا قليل المخرجين اللي يعرفوا شرين النتيجة وبالتالي ثم مخرجين كبار مثلا كيف مثل سبيل برغ يبدأ فيلم يستخيروا حاجة يوفيروا حاجة أخرى ثم أفلام اللي ممشونوش معنا كيف ما ايربورت ممشاش كيف ما أبراهام ليكول ممشاش معنا عندو العديد معنا سبيل برغ اللي يفهم معنا كيفش قولوها يفهم الصنعة وبعد ساعة تهرب عليه وثم بعد ساعة دي سوربريز ثم مثلا مثلا أفلام صغار كيف ما ليتل سانتشاين اللي قربحها الدنيا بعد حلوك ما كانوش يتصوروها وهذه هي المغامرة السينمائية بالنسبة لي دي كل فيلم هو يعني وراء نطولوش على العباد نمشي ونشوفو الفيلم نمشي ونشوفو الفيلم وبعد نرجعو نواصلو النقاش ما تبعدوش علينا هنا رجاي رجعنا لكم مرة أخرى إن شاء الله الفيلم آخر دي سانبر نال إعجابكم لحقيقة أنا مسني جاعتك صحة معنيها من الفليم اللي هكا تحب كتبدأ تتفرش في فيلم تبدأ مش تات تحب تكمل تحب تشوف النهاية تحب تعرف سكي سباس فهمتني في الأخر كيفاش بشتوفة قصة هالطفلة هذية لأنه وانتي سيمو عز متبني بالحق قضايا المرأة في أفلامك الكل تقريبا تقريبا بعد ساعات المرأة هي كيفاش قلوها الشخصية الأساسية وبعد ساعات لا في كلمة ترجال ثلاثة ترجال هي حكيت معني هما كنتي شخصية الأساسيين والمرأة وبعد ذلك جيت لمرحلة بتاع ثلاثة أفلام اللي المرأة هي هي الشخصية الأساسية ما نعرفش عليش ما هي جلاب كيسون بعد الثورة المرأة تحس بالقوة متاحة وتحس كما جايش ثم المرأة رايقية لبلاد خذت تاكسي بعد الثورة بدت حقوق المرأة معنيها فيها صار فيها تهديد وفما ولا خوف عليها حقوق المرأة أنا من بلدها المرأة معناها شدت البلد مرأة تضكحة البلد على خطيش كيف رجال يسخروا في اسطنبيل يمعتش يقفوا طوالك أموانسا كانوا كانوا أرزن وأنا بالعصة لحب الحكايات بتاع النساء معناها بان جوت معناها أنا كيف كنت صغير كنت مشي معهم يضاك نشوفوا أفلام صاروة نشوفوا أفلام شادية وكالطرحة ذوكم والحكايات ضاك جيتو معناها جيت الفليونسي بالحكايات بتاع النساء والأفلام الرومانسية أفلام رومانسية وبعد ساعات أفلام ثم ناحية الإنسانية هما العلاقات الإنسانية أكثر حاجة اللي حبنا أحكي عليها سيد تعهر أنتم خدمتوا قبل مبعثكم آي خدمنا أنا الحصة دي هالساعة نشكرك على الدعوة لأنه تربطني بمعز كامون ماضي لأنا نعتز به ومش بالمنطقة تاع الكلام لأجل الكلام لأني قوموا بديت في السينما بديت كمساعد ثاني مع معز كامون هو مساعد الأول أنا بديت سيرورتي كسيرورة رغم لي أنا أكبر منه في العمر لكن السيرورة متاعي وكانت في فترة متاع شريط صعيب ومن غير ذكر الأسامي والوضعية الصعيب لأنه كبير برشة والتحضير متاعه كان كبير برشة والعلاقات كانت محتدة واكتشفت فيه أنه إنسان يعرف كيفاش يسير العلاقات والإنتاج والإبداع ثم بعد الشريطة ذاك كتبت سيناريو متاع برج العقرب شريط قصير من أخراج معز كامون ولذا العلاقة هي علاقة وطيدة في الناحية المهنية والإنتاجية والإبداعية معناها بالنسبة لينا الحصة هذه فيها ذكريات وفيها إمكانية للتدقيق بعض الأمور لأنه نعرف معز كامون من ناحية أخرى لما يشيلي واضحة في الصورة أمام هو معناها ما خفاء وراء الصورة وهو معناها كإنسان وكمهني عنده المواصفات اللي قل وندر بيشتلقاها الحاجة الوحيدة يمكن للنجم وينوم عليها الناس اللي هو لموديستي متاعه خلوق أكسترام خلوق 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 وكان جاء قلوه اللي يخدم أي لو كان جاء ناس أخرى جاء ناس أخرى في مقدرته أخرى في المقدرته هو راه ملاو الدنيا صراخا وتولويلا هو إنسان يخدم تعرفش نقول لك الحديث المغزل الحديث المغزل وعنده الخدمة المرتوبة كان قبل جدي يقول في كلمة مزينة برشا ما نعرف هايش أنا وبعدها فهمتها يقول الريق وناب حتى ترتاب شنية شنية؟ الريق وناب حتى ترتاب الخدمة أقبل متاع الشواشية ولا متاع الجلد كانوا يخدموا بالمعتمار عنده مش برشا معون بشيرتبوا الشغل المتاحهم تلقاها باليد والناب واليد والناب حتى لين يردها التطويع والمهنين الكبار كما أي إنسان في الدنيا وتتقال معروف هو الإبداع واحد في المئة يراه انسبيراسيون معنا هكا لكن 99 كمثل هو الفعل وحاجة يجب أن يكون إنسان دقوب وإعادة المغزل المغزل هو يعمل خدمتنا تذكر في شريطه وقت اللي يمد الشريط الأول يعطاني من جملة الأصدقاء متاعه نسخب بشي يصوروا وقتها هو ثرنته بشي يصوروا يكون بعد أربع سنين أما كلكل كلمة يحاول يرجع لها ما عندوش يكن لهفة منتاع الوجود الاجتماعي عندو غايات يحب يوصل لهم كإنسان مثقف ومتطلع على الميدان السينمائي هذاك علشان معتز بوجودي مع معز لأنه معناها إنسان عندو قيمة مهنية كبيرة خطريننا في الحلقة معاك أذكرت أنت المعلومة هذه وقت اللي كلمت وقت رح قلت له وش قولك في سيد تاهر فرح قال لي إيه قال لي أنا خدمت خدمنا مبعاظنا وكل إن شاء الله نكون وفقتنا في بالعكس أول حاجة أنا فخر جدا باش نعود نشوف طهر ما تعرف بعد بعد الدنيا راح يبعد كل واحدة عندو ماشي معنا عندو تبرو ماشي وخرا حلي تشريك متعنتاج وطعم الأفلام مجنبي معنا مي سيبيان كيف تعود تقاب العبد علا لخطيش الشخص ذات تعرفني كيف بديت معنا ثم برش عبيت ما يعرفوني كيف أسهل برش عبيت ما تبدلتش برشرة معنا برش برشرة بش بصم معنا حسب رأيها ممكن لاتبدلت بني شفاق أما لأكثرية ما تبدلتش برشرة نحاول نعمل خدمة باية نحاول ديما نحسن ديما نحاول كيف يقولوها نضمن 14 ل20 تقنيين الصورة تكون نظيفة التمثيل كذا معنا أول مخرج يعطي هكار روحوا معدل معنا كل واحد تم أفلام شدوا مثلا عندي أفلام شدوا عبيت أكثر تم أفلام أكثر شخصية أكثر معنا للمتفرجي معنا كل الفيلم وكيف نوع وزيدة ثم حاجة ما ننسى كل الفيلم يمثل فترة في حياة الإنسان في وقت كيف يشتخم معنا يفقسم بطبيعة الحال بالنسبة الواحد كما قال سيدتهر تقبل أربعة سنين وبالخمسة سنين وبالعشر سنين تفكر فيه فيلم معانش حكاية بوني مأخ وبرنسيب سيغيفلي شي معنا كل فلان بيش تختار وكل مشهد تخمر فيه وخاصة أنت تكتب أفلامك لك بيان غيفلي شي أخوى ماكش قاعد تيوين بخوفيز لا معنا أنت عارف فين واشي عارف روحكش تتحب أنا ديما نكتب معنا ماكش معنا ديما نكتب فلا كيف النس كل تبدأ بشخصية بزيدة احنا ما نبدلوش الأفكار بتاعنا في صافيزة يعني الواحد عنده فكرة تحب العام عام عامين ثلاثة معنا فهمت ذلك نقعد 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 ثم اتجاهات ثم بعد ساعات تقول يزمني نكون حسين هذي كيف كيف قلوها هو كل فيلم كيف قوت لك النس كل فيلم واحد يبدأ فيه وبصيفة عامة كيف نبدأ فيلم ونقول لك 70% ما اللي خممنا فيها يتيح في الباب وتبدأ تخمم كيف تلقى 70% أخرى سيد طهر نحب نسألك انتي شفتوا الفيلم ديسمبر كنت تحكين عليه كمتفرج الساعة وبعد كنقط بالنسبة لانا الشريطة ذا كشدني كمتفرج لأن المتفرج هو عادة متفرج نحن نحطوه في كل خانة مثلا المتفرج نقوله متوسط ما معناه متوسط معناه بالنسبة لي هو ما تعنيهش السينما كسناعة وكتقنية وكإحاءات هو اللي تعنيه القصة الحدوثة شايدني أن الحدوثة فيوسطها ترابط قوي فيوسطها من الذات وفيوسطها من الواقعة التونسي بتراكماته وبي وضعياته المتشعبة ما هيش وضعية واضحة الوضوح كان واحد يحكي للتثقيف هو شريط ما هوش تثقيفي ما هوش تدريسي هو على المعاش متاع البشر في وضعية معينة وعجبني من ناحية أنه يزم واحد يرجع بالفكرة اللي هو وقت اللي تجد تجد وخرج في 2010 معناها الكتابة متاعه قبل شوية ولذلك تحط التموقع متاعه في الفترة السياسية والاجتماعية والوضعية التونسية معناها فيستو الجرأة المسموحة لكن مش المسموحة كواحد يعمل في لطول سانسور لا المسموحة للإبداع مش ما يدخلش واحد ولا كأنه يعمل في شريط تقولش عليه ميليطان هو فيستو ميليطانتيزم مزيان برشا اللي يتعدى كما يقول في وضعية أخرى ابن الرومي في القصيدة متاعه يقول ويكادوا من وقع المحبوب يدفعوا البلعو إلى القلوب ما يتعدىش للمخ يتعدى للقلب والقلب متاع الذاكرة متاعنا نحن أقوى بيسر لأنه نحبه ونكره ويعجبنا وما يعجبناش ونتفعله بالمشاعر متاعنا والمتفرج يجب أن نخموا عليه أو نخموا كيفاش حتى كما نحبوش نخموا عليه نحبو نخموا على ذاتنا ونكونوا مبدعين خارجين الإطار يجب أن نعرف واللي المتفرج عنده طريقة اللي هو التلقي متاعه وطريقة التفاعل كتفاعل من ناحية متفرج هذا شعشته وعشت إن القصة وننجم معناها في أي وقت نتذكر وضعيات فما مخرج كبير صبان يقول أنا الفيلم اللي يعجبني ووقت اللي نخرج تلقاني يسيت شطره أما بعد عام نتفكر الصور متاعه حتى لو كان ما نرقاش شنية ترابط لكن فما وضعيات قادة تعالقة بالذاكرة وشريط وقت اللي خرج شفته وقت الخروج بتبعت حلعة وتشفتهم بعد لأني ما لابد بش نشوف الأسباب مهنية متاعينا فما صور ولا وضعيات اللي قبل ما تبدأ وكأنه بش نرددها مع الناس اللي قاعدين عايشين كمماثلين ولذلك عرفت أنه ضرب الذاكرة يمر بالقلوب أكثر من الذهنيات صحيح صحيح هو أثار فيه أكثر من البروبليماتيك أنا جدخوه في الفيلم معناها الفراء اللي موجود في الفيلم لأنه هو وحد وحده معناها أثرت فيه مشكلة البكارة اللي باقي في المخاخ ما زلت موجودة صورة المرأة الفتاة الريفية الفتاة الريفية خاصة كيفش نظروا لها الهجرة الهجرة من وقتها أنت يشوف من 2011 دي جا قبل ما تقوم الثورة وحده كل من 2010 أو شنو قبل ما تقوم الثورة يقول ما عليك معناها الوضعية نتعطو فمتا اللي احنا نعيشوا فيها فما زاد مواضيع أخرى ينجمو حتى هيد الفوالية طواصم أنا متأكدا وصيد طهر ذا يتفكرها ويحطهم لنا حاجة حاجة دوك فما بكو دوب خبل ما تيكلم هم من ياسر 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 موجودين معناها في الفيلم هدية أنا حاولت باش ما يكونوش الطرح متاعهم يكون ثقيل حبيته يكون خفيف على قطعش أنا حاسب براي كيف تبدأ حاجة خفيفة اللي عبيد يقبلوها أسهل على قطعش كيف ما قالت المليطانتيزم عندهم مليه معنا مليجلة الأفريم عندهم مليه يعرفوا يعملوه ثم أنا 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 نحس بروحي أرتح في الطريقة هذي يعني ناخده مشاكل كبار ما نحاول نعديهم بصفة بشروسلو إلى أكثر ما يمكن من المتفرجين طوالك هذيك هذيك عليش معتلا تحس اللي تم برشا قضايا ما تحس تم قضية برك معنا تماش قضية أم أمل باهي أنه وحنا نتفرج وستهر ما تشتتناش لأنه فما هو ربطنا فيه إطار مكاني وزماني ومحدد معناها حطنا فيه أيوة ندينا سكرتها علينا دوك أحنا في في ديار وفي فحومة في ديكورات مع شخصيات هما بيدهم يدوروا مع بعضهم دوك حتى كيف نحلوا باب دار هوني يعني هنا حكاية ومشكلة ما يقلقش كنحل باب الدار هذي ونلقى مشكلة أخرى فهمت مثلا عندك الكوبل زيدا هذيك أمتع سونيا بالجسم هي و جمال مدني جمال مدني ورجلها سمي معايا بلونت في بونتقا زيدا هذيك زيد بروبليماتيك أخرى ثم الخيانة الزوجية فيها ثم زيدا نحكي وهنا على العجز زيدا لكاموفلي باب حاجات فهمتني اللي ما يتقالش وما نحكيوش عليه معناها وين تحل باب في هكا المدينة إلا وتحس هكا ولا يستعر تحس فما كنت أسمح بالنسبة لأينا شرية أذية لأسباب نشهلها أنا كشخص متعاتي في السينما نعتبر ما أخداش حظه علشي كل ما أخداش حظه أفلموا الكل مش كان هذا بالنسبة لأينا ممكن لأسباب أفلموا الكل معز مركزش على التوزيع متحهم بالجداد لأسباب من حدش ندخل فيه في الوضعيات أخرى تاب على الميدان السينما إينا نحكي عليه كأثر لماذا يعجبني في الميدان؟ لأن المعالجة متاعه بالنسبة للعادة للعادة أي المعتاد الشريط يكون متكون حسب منظوره بداماً وقت أرسته وحتى معنى قطر السينما التركيبة متاحها هي تركيبة دوبل القصة والمسرح للسرط ثم الصورة جاءت من المسرح لأنه تسيد وكذلك مع تصوير الإضاءة إلى آخره وهذا كعليش يكون جامع وفي أول الكتابات وأول الإنتاجات وأول الأفلام كان المعطل الأساسي اللي تقريباً 90% نقول 90% مثال حديث من الأشرطة التركيبة متاحهم حسب التركيبة المتعارف عليها من القدم اللي هي وحدة المكان وحدة الزمان وحدة الفعل لتروازيونيتي هذين ديماً موجودين وذلك على شمال أشرطة وخاصة الأشرطة المستهل كياسر تلقاها مثلاً مش شخصية أو حدث يقع وجوده ومبعد يظمحل لكلهم يكونوا في ترابط كيمة السامفونية الشريط هذا التناول متاعه أنه الترابط غير موجود في القص لكن موجود في الفكر وهذا هي الكتابة الحديثة معناها الكتابة الحديثة اللي بديت في القصة وفي المسرح وفي السينما ابتداء من آخر عوام خمسين كان البناء متاحها أنه نجموا ناخذوا من وحدة المكان والزمان والحدث لكن مش لكل ما بعثوا من وحدة المسرح فلو كان نحكي وعلى الشريط قد داش دام الأشخاص اللي فزتوا الأحداث من نجموش تربطون بصفة الزامية وذكا به علش به طبعنا نرجع لها الفكرة اثنين المكان فما وحدة المكان بتاع العنصر المؤسس القرية لكن الوحدة الزمان ووحدة المكان في الكتابة الحديثة عندهم رمزي شنية رمزية كان يأخذوا بعجالة باش ما نتخلوش على المتفرجين باش ما نتخلوش في التدريس المكان والله سيطهر الاستماع ليه كديمة متعة انا وحدة من نسكتي بدأت تتكلم نسكت ماذا بي ما نتكلم للجملة العقيقة مثلا هما في القرية لكن القرية متأكلة وقديمة الرمزية متاح هي التراث وهذاك علش دي في بعض اللقطات يحبوا الناس يحبتون في بريش ديت هما يتشبثوا فلذلك لا بد من قراءة الشريط فكل لقطة ديهم باعت تضمحل الفكرة ما نقولوا اه اش عملولهم هزوهم ما هزوهم اش عملوا مظاهرة نرجعوا للسرد الكلاسيكي في الشريط هذي ما هو الشرد الكلاسيكي ووضعيات درامية الى التفاعل مع الشي لكن المرور الى اشياء مترابطة مثلا المرأة مريضة في السبتار يقررها في جواب ومبعد فيني لمرأة هي وضعية درامية بيش تتربط متاع المعاش وفي الكتابة الحديثة يقول لك موش مهم الترابط الاحادي معنا حاجة بارك وحنا الخط نطبعه فيه لا هو كيفاش المتفرج المتلقي يعيش وضعيات في مكان ما وزمان ما وهما فراجمونتي كأنك انت المشاهد تولي تعيش الأحداث داخل المجموعة وحنا عشنا داخل المجموعة المشهد زدت وانت يجبت متاع المرأة العجوز المعمل الخياطة بيدو صحيح والتحرش اللي صار فيه معمل الخياطة ضريبة فمت وبعد نرجعوله لخطر يحب ياخد ثأر يحب ياخد ثأر منها لعنال لربوسي رغم لي هو ظالم الظلوم يحب ياخد ثأر لأنه هو ما وصلش للغاية متاعه فم برشة وضعية كاك تقول انت كيفاش العائلة هذيك البو مشاه هاجر هاجر وعليش هاجر لوم قالت كلمة قاتلها كيمة بوك مشاه البرة ونساني عليش نساه ما نعرفوش وهذيك في الكتابة اللي بالنسبة للينا عجبني في الشريط هذي يخليك تتفاعل مع أشياء اللي هي طرابة متاحها هو المكان أي المجموعة مش بش نتبعوش شخصية واحدة لو كان نحبو نتبعوش شخصية واحدة بصفة غير مباشرة بالنسبة لنا هي الطفلة صغيرة لأنها هي عين المشاهد وقالت للطبيب قاتلوا أنا عندي كل شيء وانتي بيديك طبعو نشوفك ونجيب كل شيء فأصبحنا احنا نتبعوا في الأحداث من خارج الإطار الداخلي اللي هو لماذا لماذا الطبيب مشاه ونزاوها غادي عليه عليه قال كلمة واحدة قال لي أنا عندي ذكرى لا في جملة واحدة قال عندي ذكرى على الرجوبة قال ذكرى آليمة قال عندها شكون توفى عنده شكون توفى وحب يعمل النوفو دي بار وعليش وانتي لقى جديدة يخرج يخرج يمشي فالبحر واحد وما هو الصيد ما هو حد شيء يعني العزلة في الأشريطة المعتادة هو أنه يجب نعرف علش وبعد بش يستطيع هو يمشي اللي بحر ومشي يكتب بالنسبة للناس اللي يحبوا يعملوا ديك الحفلة هي ممور مناسية سية نعرفوها البهرج بش نزينو وماتها جلب الصورة النمطية متاع النجاحات من الخارج دون الضرب في الواقع وجابوها كي ما جيت جيت إنساء أنا عجبوني وقت اللي جاءوا لأنهم ما همش داخلين في السيرورة الثقافية جبتونا بش نشتحو واتهو نشتحو وكهو ما تحبوا ما تحبوا شوية أرموغة وجاي وهاي شنية تحبوا أنا ألبسنا لكم ولذا بالنسبة لنا الشريطة دي على شكوة ما أخذاش حظه لأنه الكتابة متاعه كما الموزايك وليبياس متاع الموزايك يبدو نقصين هذا كان من جمالية الفعل لأنه كما تشوف تابلو أنت وقت تشوف تابلو إذا كان لقيت كل شيء موجود في وسطو تاقع وكأنك أنت تتفرش في مراية الشريط ما هوش مراية متاع المجتمع هو التركيبة بالخفايا وبالموجود وبغير الموجود إذا يار عندك سيمو أحز المشهد الأولاني اللي بديتنا به مشهد ضاف العابدين يبكي الدكتور يبكي باحد فم لاش عاش يبكي يشفم كيس كيس باس معناها خليتنا بره 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 حتى يقعد في الرجوبة هو والطفلة باش يقول لها عندي شكون توفى وقررت باش نعمل أنوفو دي بار وجاي معناها بعد نشوفه ماشي الخدمة وكلي متثيقل ومعينه وحط لي كوتر وماذا بيه ما يحكي معحد وماذا بيه ما يخدش وماذا بيه بانك يرقد معنيها يصنفو مليه ساير بجنبه حتى من وجع العباد هكا بيانك هكا رقلك المراه وقرالها هكا الجوية بكية وحدة كل ما عنده هكا في كلمة فهمناها معلم فيرميار اللي معاه ولا دكتورة ولا شنوة معنيها سيب في الدنيا الكل فهمت هيدا ما عطيتونيش من اللول بريتنا يبكي 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 وبقهرة قهرة 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 وقعتنا نقولش بيه كيس كيس باس كيما قالت فرت المعلومات هكيكا وقعت خلينينا وقعدوا اللوجو وين المعلومات وحب يقول أنا يعجبني برشا هكيكوك هكيكوك هكي يقول لك هكيكوك يقول لك 50% 50% المتفرج معناها عنده طريقة يدخل المتفرج معه معناها لوك بوع منيش هكيكوك ما يعجبتني الفكرة هذة معناها بعد ساعات تخدم بي نحبش السبكتاتور معناها منيش عام المسلسلين اللي تفسروا هيدا بدخلت هيدا 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 مفترش هيدا ما يتعشش سمحني طو قلت حجبتني الفكرة معناها أنت عن لوعي معناها عملتها فيه شنين هو طو وضحها لك الصورة كما هو شايفها انت قلت حجبتني الفكرة معناها أنت كنت عم فيها على غير وعي لا بوش على غير وعي بعد ساعات نحن نعمل حويش بدجموش نفسرهم ملاحسس معناها مثلا كيف تجي الواحد البحار يقول لك غاديك ثم حوت تقول له عنيش يقول لك ما عرفش أما ثم حوت غادي دوك سا فيه بارتي ملاحويش سيلي ديطاي اللي 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 تخلينا نعمل حويش هذا كقيمة السينيما ناجد خوف ستة هار أنه ساعات فيلم القيمة نتاعه تظهر كنن بعض وزيد ساعات حتى القدم متاع الفيلم مرور زمننا على الفيلم يعطيه أبعاد أخرى شوف عزيزي خلسين الأفلام بتاعي سيباد أفلام متاع وقتها العلاقات الإنسانية تنجب تكون تروت تنجب بعد خمسين سنين والعلاقات هذة بتموجودة خمسة لف سنين التانية وتجد بتزيد تطقع معنا نبليش في الاكتواليتي معنا زادة هذيك حاجة أخرى اللي بعد الثورة اللي عباد معنا تحبوا الاكتواليتي شوي معنا بذبين تحكي لهم على قاعد صاير بالنسبة ليني أول حاجة مش سينيما كل واحد عنده سينيما وزادة حاجة باي مش ناس كل مخرجي لكل يزالوا نعلوا نفس الأفلام معنا هالقوة عنده نوع من الأفلام عنده نظرة متاعو بشكاكل ما نهاد تكون وهذاك عنا شية سينيما تونسية عند الخصائص هذي اللي مش نكوننا كيف بعضنا كل واحد عنده رؤية كل واحد عنده كذا دوك فولا دوك شخصية هذو شو سوال بقشحنا بعد دقائق سيلا شو نوعص له نوعص له تحس سيتاهر معايا أنه رومانسي شوية سيمو عز هكا ولا ليه ويحب النهاية السعيدة ما نعتقدش أنا إنسان يتعاطف الفن بصفة عامة ما يكونش أحساس متاعه غالب ظاهريا نحكي ظاهريا على تفكيره خطر اللي أنا في المات يفكر فهمت اللي أنا في فيزيك يفكر خطر سيب بالملي ما فهميش يا أنا بش نعمل بش نعمل عملية بتاع شيمية وقل طول نحط شوية منه وشوية مية وخلطة لكن المثقف الخلطة موجودة ممكن نجم تسميها إحساس نجم تسميها سيزيامسان نجم تسميها إبداع لكن هذه كم نجم شيعبر عليها بصفة تقنية يعبر عليها بصفة إحساسية وإذا كما عندوش إحساس مش هولي وقت نجم يعمل في عملية إخبارية والفنان المثقف الإخبار موش متاعه لا هو نجم يجده ولا هو ما تروح عليه ولا هو من المحبب يلزم فيما أكل إحاء ساعة ساعة هو يقول لك موش وقته وساعة يجده يقول لك ما نعرفش عليش كي حسيتها كما هكا أنا حسيتها هكا تقام مثال قوام مخرج ساعة برو يقول لك لا يخليه في المونتاج تقول لك لا يخليه يمكن تظهلك زيت لكن هو خطر التفاعل يمكن عنده حق ومعنى حق موش هذا الوضعية الوضعية كيفاش يتفاعل هو عنده الإحساس بتبيعة الحالة وحنتم نتمنىه كي جاءوا الناس كله عندهم الإحساس في العمل الثقافي موش معنى العمل الثقافي هو معنى دروشة وواحد تخلي في تخميرها ليه ليه هي التراكمات تخرج من بعد في مش نستعملها كلمة علمية في إفرازات تراكمات تخرج من بعد لكنتسانس مع تخرج الروح متاع الفكرة متخرج بصفة مغايرة طيب انت تحكيني وانت فكرت جملة بشنا قدوش ديما نحكيه على الثقافة وكأنها ملك للعالم التمدرس واحد كما مش شاعر شعبي تونسي بشي يحكي على حاجة لي متداولة اللي هو توحش أنا كقوة الله توحشت ومنجمت شنوصل للغاية متاعي نتكلم بشر معناها عادي هو إيش يقول خلت القاعد يغزر من بعيد شنو اللي يقع قدامه كفاشي لك كبت ما حوله وعبر عليه التعبير متاعه يقول مسكين جملة النوعير ومنهجر ذاقة خلوقة يسمع في الماء بوذنيه لا يشبح لا يذوق معناه هو خطر عاشق لك منجمش جملة النوعورة يحطوله على عينيه كل واحدة بش ما يشوفش بش ما يدوخش وهو شي يعمل يخرج في الماء مسكين عايش عطشين وعايش ما هوش متفاعل مع الشي اللي يخرج فيه كان نقول أنا والله يمسكين أنا والله ينتم متوحش وما وصلتش لغاية فينه الفن وفينه الإبداع ولذلك التفاعل مع الأفر ما يزموش يكون هو توضيح الحد أني تعطيني في نشره جوي صحيح نحس سيماعز مليان معناها الأفكار متاعه تعيش مدة داخله وتخرج بصفة طبيعية معناها ما نحس الشكل اللي يعمل لها كما نقول وإحنا بالدرجة طوي وكريسي ما قالي لا معناها حاجة ناتيوغل من عنده نكتبه سيناريو نكتبه شخصيات مثلا نقوله الأم الأب كذا كذا يعني نعطيه عشرة في المئة من اللي بيشي خرج في الصورة بعد بعد وقت التصوير البثلين عندهم قيمة زاد البثلين يزيدوك حويش وانتي تحاول بيش تبشي بيه للشخصية اللي حاشتك بيه وزيدة في الحكاية هذو ما ثمه شق ليلة بعد ساعات بذا بيك دور بيه تقويش على الدور الآخر بس كنت ثمه اندي كيليبر بس كنت تحب ظهر الطفل أكثر معناها كيف قالت طهر عن اللي زان سليمون مي أو بابا تبنجموش نفسرو عليش هكا عليش هكا عليش هكا تخرج بطبيعتها الإكسبرينيونس والتحضير أقبل وانا عندي صنع نحذر برش أقوال معناها كيف نمشي البلاتو معناها كيف نمشي تمشي حذر بيش باش نعمل الحويج أحسن مش باش نتصور اللي كتبته معناها التصوير بتاع اللي كتبته هذكا سيحذر هذكا هذكا سيح معناها حذرته عمت له بريبراسيو عمت له ديكوباج عمت له كل شي كيف نمشي للبلاتو نلوج على زوزدورو زيدين على عشرة فرنك زيدة على ميت فرنك زيدة نبدأ نلوج كمان أميليوغي كيفاش نزيد الحويجين أخرية والله أنت تحكي وانا الغالب دوزيم كاسكات متاعي جسوياك تخيص معناها كيف نسمع مخرج يتكلم على الدوار يقول انا نخدم وساعات الممثل يفاجأني فمت انا تعاود ديموع في المسرح سيخطوه في المسرح فمسكونا بلا دراماتيورجي تعاون برشا الممثل مش يعرف روحه فانة اثنية فانة اثنية ميش في المسلسلات ولا الأفلام حتى لو كان المخرج يعطيك لسكولة يجبك تعملي للحم والعروق والجلدة وتعطيها التعام اللي حاشتك بي اتسا تغا دوك زيدة فم عمل الممثل في هذا أنك تعطيني الدور عمل الممثل هو العمل على الشخصية لكن الممثل ما يعمل حتى شايف الشخصية إذا كان ما قعدش مع المخرج ما حكاش مع المخرج يعرف المخرج وين ماشي وهذا الذكاء هذا يمتع الممثلين مش عمل الممثلين كل مهمش كل هكا عندهم الانتليجونس ويعرفوا كيفش يتعاملوا مع شخصية ومع الدور بشي نفسلك أنا خدمت كم مساعد مخرج برش مع مخرجين ومعناها وجدتني فرصة خدمت كم مساعد مخرج مع توفيق جمال لك خدمت بسرح زاد شفت بعد ساعة في البلاتويت اللي المخرجي دوب ما الممثلين يعطيوهم نص به يمثلوا يقولوا بسيبو مكي تخدم في التياترو تقول تيان معناها نجم نزيد ناخو أكثر وانا حسباي لإكسperience بتاع المسرح اللي عملتها مع توفيق جمال في كلاب الليل خلاتني نخدم برشة مع المثلين وتعلمت كيفش ناخذ منهم أكثر باللي ينجم ويعطيو معناها يولي لسيناريو ون ديري سيبور 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 بش انتي في البلاتو تخرج لما يخ والما أحسن ما ثمه عند لزاكتور هذو بش توصل الحاجة يمكن خير أكثر من النص الجامد هذي كنقولوا نحن وثبا زادة غلطة بعد ساعة نشوفها عملت برشة دوكشفت تعلمت ثبا غلطات اللي قلتنا ما نعملها مش بعن كيف يقولوا يقولوا اللي شي تعلمت من المساعد بخرش يقولوا المتعلمت اللي الحواج الميزوني كمخرج ميزوني كمخرج وراء استحيد معنا تشوف بعد ساعات تلقى ممثل يعطي اللي حاشوا به المخرج والمخرج تلقى بعد ساعات مشا مخذيش كل شي على خطيش ما يعرفش نقطة القوة بتاع الممثل بعد ساعات يمشي يخدم معه فيش فيه شيرة اللي مش قوية فيها الممثل هذا كيف تخدم في المسرح تتعلم اللي كل ممثل عنده نقطة قوة يجبك تبشيل حتى نقاط الضعف متاع الممثل تستعمل تستعمل في التنفيل تخرجوا نقولوا احنا من صين تورد بيك اما ذاك في المسرح تجب حتى في الوحد حتى في قدام الكاميرا حتى قدام الكاميرا ساعات انتي تعرف انه ساعات يثيروا الممثل بحكاية يعملها المخرج متفيقش بها اللي هو عملها معناه لا بخووكي بشي يخليك في ايطار معينة على خطر وحشتوا بك هكيك هذي انا عشتها عشتها مع بعض المخرجين اللي يحطك يعملك حكاية وانتي متفهمش عليش بش يحطك في ايطار معين بش تعطيه احساس معين فما هذا النوع هذي موجود اي 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 هذيك فش قاعد فش قاعد فش قاعد داكي دونك دونك ثم لعبيت بيزميش تنسى اللي المثلين عندهم قيمة كبيرة في الادوار في نوع الافلام بهذهما موكن كثم فيلم تعكس جوا ولا فيلم ويتخرين موكن عندهم اقل قيمة اما في نوع الافلام اللي نعمل همانا عندهم قيمة كبيرة انا حسب بيعني سينما التونسية ماشي سينما التونسية فهمتوا حتى بعض الافلام مش بعض الكثير من الافلام الاجنبية ساعات ما يعتمدوش على ممثلين جملة معناه ناس كما هم في الحياة يجيبوهم وياخذوا ادوار بوتولة في افلام لكن بعد ما عادش ما عادش تسمع بهم ما عادش تشوفهم فهمت هذي يوارد فيها كل شيء فيها الانواع الكل ستتعلي ستتعلق لأ بالنسبة خط الموضوع هذي هو بحر عميق علش بحر عميق لأنه في اخر المطاف العمل الوحيد اللي مربوط بين المخرج والشاشة هو ادارة الممثلين البقية عنده معاه ناس بيش يتعافضوا يجاوبوا على طلباته في الإضاءة في حركة الكاميرا في الديكار في الموسيقى لكن في ادارة الممثلين حد ما يدخل لكن الممثل هو بيدو عنده تركيبته وشخصيته ويحب يكون هو زادة فاعل فتحط انتي زوز دي بول متاع أوتار كل واحد عنده المقدرة والقوة متاعه بشعة الإضافة إذا كان تقعك الارمونية تعطي حاجة كبيرة وكل مخرج عنده طريقته فما مثلا بشكون كما اللي يعمل فيه ماذا كان ينفهم ما يعطيش الريبليك يقول له طوى انتي بش دي عندك دو ريبليك بش يتسلم على زميلك وهو بش يتسلم عليك لكن متغشل شوية لكنه ما قرأوا السيناريو الديالوج لا علاش يحب يشوف ماشي إضافة حتى يختار كما الناس معناها عندهم زاد في الميدان يخدم كان مع محترفين كبار فما اللي لا يقول لك بالضبط علاش خاطر مضبوط بوقت تشوف انتي فما حتى في الكتاب بالسيناريو يقول لك كتابة تسمى كتابة حديدية مثل جون جاكانو في الفيلم تعلمان يسمحون المتفرجين بش يقولها كما هو قالها بالفرنسية يقول يكري مع ستيلو دنكر نوار لاكي لابلوم دوري إنيك ريتور پنشي اوك دلانكر بلنوي يويت صورها صورها وكاو قوم حتى كل معطيات يشد المخرجين حتى روما تأتي من الببليسيتي والببليسيتي وقت لبلوكي يسمي دوم ثلاثة ثواني يسمي دوم ثلاثة ثواني وكاو جام يفوصلها فما يحس الفيلم تعو كتوقيت وكتركيبة معناها فيها كالمغناطيس لكن في وسط التوقيت فما لي فرايدي مثلا من إيران ما يعطيش السيناريو بكل عين السيناريو ما يعطيهش حالة فريدة يجيب يجيب الممثلين متاعهم حطهم في وضعية قلوا انتوما رأوا الوضعية متاعكم في عائلة وبيش تجي في الفراق هذا كمتاع ديفارس اتشكوك ما يحكيش ما يحكيش فما لي ولذا إذا كان نجم ونشوفوا شنو العنصر المشترك بيناتهم ولكول بس كنا نحكي عنهم مثلين في حضرة ممثل شنو العنصر المشترك هي صعوبة الممثل في السينما وقوته انه مش كما في المسرح في المسرح انت تبدأ المسرحية متاعك من البداية للنهاية عندك كلارك متاع البروغريسيون كيفاش بيش تتقدم كيفاش بيش تتغشش كيفاش بيش تفرح كيفاش تتأسف سماعت وضعيات أشيات تفرح شوي تتحزن معتها في المواحد تتسيله إرهاصات على كل دونك بيش تعيشها حسب التوقيت الزمني متاع المسرح كيفاش بيش تتفرحان وكيفاش انت تتقدم في السينما ليه اللقطة وقبست تتصور تنجي تكون اللقطة ذيك هي اللقطة الأخيرة الأخيرة واللقطة بعد ما الإنسان عاش فرحة كبيرة بشي فرح وفي اللعشية بشي تتصور لك واحدة هو محبط أي سيحة جغرية بعاد على بعادهم لكن يزموا التفاعل متاع وقت شوفوا التشاريخ في آخره وكأنه السيرورة متاع والتمشي والوضعية والنفسية فيها تسلسل هذك قوة الممثل متاع السينما وذك علاش كلمتك هنا كما يقولوا جورو بوندي عليها الناس اللي يجيوا دخلا يخرجوا دخلا علاش على خطر وقت في وقت معين كان عندهم وجود إعلامي أو على كل مشيوا في وضعية قد داشتما ناس أما فهم الممثلين اللي عندهم الاقتدار والتملك والتكوين إلى آخره مش بقول التكوين يجب أن يكون في مدرسة لا التكوين معناها يعرف ما معناها الممثل ويعرف كاش تلقى هذك ديما فيهم تحط وتوجد أنت تشوف مثال الممثلين ما نبش ناخده الأجانب ديما كقدوة ولا كمثل لأنه يخدموا برشة ولذلك نجمون عنه برشة عليهم خاصة نحكيه على السينما التونسية في زوم نحن نطور الآن في السينما التونسية أنت تاخد مثال الفيلم تاكي بريك وقت اللي كدما نحب وراها اللي تبكي مع رجلها وتأسفت برشة هذك اللقطة بشتيح على الحيت بالحق صورها إيش وخمسين مرة حتى رين قلقت حتى معاش هجم تصور حتى ولات تعب بالمجد اللقطة دي كاللي عشبته خاطر مدامها تتفاعل وكأنها ممثلة ما عشبتوش هي وقتها انهارت فخلاها حتى تنهار لكن زيدي ما ننساوش وقل نحكيه على الأشرة التونسية ساعة الوقت والإنتاج وإمكانيات الإنتاج ما تسمح لكش بأشيك المعاك هذاك عليش مضاق كبير بين أنك تنتج حسب المهجة متاعك والتمشي وعندك منتج وراك أو مكينة متاع إنتاج بش تحقق بها وإلا عندك منغيلة وعندك بيجي ما هوش كيف كيف عنده في البلوندو تخافاي عشرة مشاهد في النهار يجب يكملهم يكملهم لا تمش كونابيل في الأمريكان 6 أشهر وما كملش أنا أنا تصدمت به ذي خدمت المصرحة بعد خدمت التلفزة وبعد جت تجربة في السينيما معناها في التلفزة نوصله في النهار نصوره بالعشرين مشهد راه يدو فيه تخور بدل امشي بدل ارجع جدا ركح مكياجك عاود قوك في قدم الكاميرا صور اللي بعده ونبدأ المزروبين الرمضاء مشيت في بلانتوب بتاع سينيما نهار كامل نص معناها تقريبا الاربعة تقريبا صورنا مشهد مش نفس الريتم مش نفس الريتم تاع الخدمة جملة هو النورم في السينيما العادة نورم مطلع مويين شارية تتسوي في ثمانية سبيع سبعة سبيع تسعة سبيع معناها كنت شوفت الأسبوع ستة أيام معناها في النهار طيح ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق حتى أنت تشاريت تسعين دقيقة تقريبا المعدل تسعين دقيقة ونتي سورت في ثمانية واربعين يوم في أربعين يوم حتى بالتقنيات الحديثة ما هيش تقنيات الخطف الإضاءة يجب أن تأخذ وقتها حركة الكاميرا التعبير التقنيات كيف يجب أن تأخذ التقنيات اللي ثم هو 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 بيدو أما التقنيات كانت بيليكو ولا ديسك دور أما الإضاءة هي بيدها الدكور يجب أن يكون حلو المثل يجب أن يكون حافظ حتى الإضاءة تبتلت بنجوغ تبتلت ما عادش الإضاءة بتعقبل ما عادش البروجيكتور بتعقبل زيد أنا خفت زيد خفت هذاك في العالم في العالم حافظوا على نفس معناها هذه الغلطة زيدك الحصيلة يحصلوا فيها برشا عبيد اللي الكاميرا ما تعملكش الضم كاميرا تصور كذلك وحدها ثم عبيد يستسهلوا بس ثم التكنولوجيا برشا أما ثم سيناتور ثم التصححة شيف أوبيراتور أنت كيف تشوف بشيس بن نسميه أجانب يوسف بن يوسف عنده معناها تبدلوا الضو ولا تجيبوا كاميرا أخرى ولا تبدلوا كاميرا بسونية ثم التصححة بتاع يوسف ثم التصححة بتاع حمد بنيس مثلا حمد بنيس ضو أزرق شوية معناها ثم معناها كل واحد خدمت معه مزوز ثم التصححة ثم السيناتور بتاع الدكور ثم السيناتور بتاع بخرج هي شي اللي حكي لكل سيكل واحد عنده عنده السيناتور إذا كانك عندك هذو سيحاجة بها بعد هل تعجب مية في المية ولا ما تعجبش حاجة أخرى أما اللي قاعدين عن شين وتو معناها مش لازم معناها باش العام اللي 70% الكاليتي هي بيدة يوفو ميو أبو 70% مش كاليتي هي بيدة سهلت سهلت الخدمة سهلت الخدمة اليوم يصور بأقوى كاميرا أقوى كاميرا توجد طوى اللي موجودين معناها ديفينيسيون كبيرة ياسر فما إمكانيات في بعض الكاميرا قوية ياسر اللي تجم تمس للوين حتى اللي تشبع اللي تلوناش فما أقوى للوجيسيال خانكم فما أقوى للوجيسيال طوى كما دافنشي اللي ساعات تمشي ليه فيه لم تاخد تصويرها منهم بالبرتابل تدخلها في اللوجيسيال تقولوا نحب اللي تلوناش هذية يعمل لك اللي تلوناش هذية ناخذوا احنا بش نصوروا في بطحة بتاع بيبسوخ تاخدوا خمسة شيفو اوبراتور واحد ثلاثة أربعة خمسة لك لكن سمراي المخرج يطلب حاجة معينة ثم شيفو اوبراتور قرأة السيناريو وقرأة الروح متاع السيناريو بش يحاول يساهم يزيد اكلي بلوس وعلا ثم فرق ناس تضوي وناس مدير تصوير الديريكتور دولار الفوتوغرافي ثم يحط لك في الطرف بتاع الزنق واحد ناشر شوي يحويش فيها الطرف ضوي هذي كالتعطي حاجة غر يخدم على البرفندور دوشان ثم حاجة ثم إلا إلا دوني في للبطحة تعبيب الشيقة ثم يضوي لك يحط لك الضو ضاوية مما تمش روح ثم مدير تصوير يعطي روح ثم مدير تصوير يصور لك بالقدار تكنيك مو باهي مما تمش روح والسينما هو روح دبرسك تعملها بالضو ولا بالصوت ولا بالمثل ولا تاكست ولا نيجاتيف ثم روح هو هو شو يقول لك هو سينما زوز حويش أنا كيف تخط نقرة في المكتب بتاع السينما في بريس أول جوب لقال هنا قال السينما إتن لانغاج ديماج لغة صورة يعني يريد تقع ديم ثم حويش إذا ما تخرج فيه مروح والسينما كيف قال تركوفسكي ولا غيره سيتن غيت ثم ريت شوفوا تسهيل على المتفرجين اللي مش في الاختصاص شنو الفرق بين ذا وذاك ناخذوز أمثلة وثلاثة اللي معتها مدداولين وكتحط انت من لعبي متعكورها ولا بمتعكورها الكلهم يعرفوا القوانين اللعبة الكل ومش كلها عابوا كيف كيف وفما اليوصف في مستوى بالنسبة للناس اللي تعرف القراءة والحبكة والتركيبة والإضاءة والدلالات بعيدية يسرى الوحد آخر يقوم بعمل المتاع ويعطيه الصحة وبرك الله فيه ما عندوش إضافة تلك خدود الله أنا قل هو قام بواجبه قام بواجبه صبر لكن ما تنجمش تقول مبدع في الميدان متاعه وتحط لي شاعر انت أو قصاص كان يكتب قلم رصاص ولا بستيلو به توا عن دور ديناتور انت كان ما يعرش يكتب القصة ما يعرش دور ديناتور بش يزيدو ساعته يعاونوا شوية في الورتوغراف وقلبش يقعد يفسخ ما يفسخش يعمل كوبيكو ليه حاب يطلع حاجة هابط حاجة هذك شاشة التسهيل التسهيل في العمل بتقنيات متاحة سهلة علي الخدمة مثلا طوى وقت اللي يجي يصور عنده قدامه مونيتور يشوف الصورة متاعه قبل ما يشوفش الصورة عام 60 و70 و80 و90 وحتى العمل فيه يبدأ القلب يدق حتى تمشي هذه الخام البيليكول تمشي للمخبر للابوراتوار مثال فيتونس مونغودوة تاريفون يا سلمونس تفكروا رب يذكروا بالخير سلمونس في صدوري اش نوع يقولك سابعا الناس تفرح بالنهار نسمعوا غودوة اليوم صورنا غودوة اللي ندراها النيغاتيف باهي ولا لا وكان مش باهي نمشيو نتفرجوا فيه عليه على خطر ما عنيش امكانية بتاع كنترول لكن هذا ما يمنعش إذا كان عندك انت تقنيات جيدة وتولي تعاتيك الإضافة إذا كما تعالش الديركسيون أنا نحب نمشي لحلق الويد كما نعالش الثنية موش أخطر بش ناخد تيجيين بش نوصل للحلق الويد أنا نحب نمشي لحلق الويد نعف لا ديركسيون إلى بوت إذا كما نعالش الديركسيون البيوت السبوة نشد الثنية بنزارت وده ماشي ما نش بش نوصل لحلق الويد ولذا السينما هو فيستو تركيبة لمستساغة للمطفرج اللي تبع في القصة في الحدوثة ثلانة والعمل وذلك حب يحرق وذلك ما حبش أحرق وذلك باهي وذلك أم وذلك مسكينة لأم قالت للتفلة عاش قدتوا تركيبة نطع الأشخاص عاشبتني تقول بنتها خوذ ومشي معاها معنا عبداللي بش يمشي لفرنسا خاطرية تحب تمشي معنا تستعمل في بنتك البيكية تحب 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 زيادة تمشي هيا تبدعي الرب حتى تكشمعت هذي هذي بالمنطقة الحدوثة القصة تعجب لي ما تعجميش ونتفعل معها سياسيا واجتماعيا وفكريا وحتى كان لزم بالنسبة لبعض الوضعيات فلسفيا لكن آهل الاختصاص كما تقولي الممرن وكما كنا نحكيه طوى على القصة والسرد أنا كما نعرش أدونيس ونعرش معناها السرد ونعرش القصة ونعرش الشهر نقرأ أدونيس ما نعجبنيش ماذا بها نسمع من ساميش واحد آخر معناها حاجة عادية شنو الفرق بين سامفونية وبين إسلام وإلا بين منعرش أنا الملوف ويقولك ليه مش ملوف ولذا سينما الإشكال اللي موجود علش التقنيين ساعات كما قال طوى تتحدث للمواطن اللي يحب يشوف القصة تتحدث كذلك اللي يحب يفكر على الموضوع اجتماعيا فلسفيا سياسيا وتفكر في أهل الاختصاص شنية الإضافة قلت كلمة بيك أنت عجبتني برشا فما في لين بعد مودة تلقاهم هذيك كلاسيكية لو كلاسيكية مش قديمة هذيك كنتمبوران ولا مش كنتمبوران أنت طوى كي تتفرج الناس نحطولهم معناها الشاريط قديم ولا تفرج في شاري شابلين عنده قرن أكثر من القرن ويتفرج فيه عليه هو فاد ما هوش بالصوت وما هوش بالبعد والمونتاج مش هو والكاميرا مايش هي وحد شي ما وهو أنت تسمع أنت أغاني يسمع هين أغاني مكثوم أغاني صالحة هاي مايش متعتوا هاي مايش تعتوا هكتشيخ بيهم عليه على خاطر الزمن هو الحاكم وهو المصفات وإذا كان أنت تنجمت في السيرورة متع العمل متاعك تنجم توصل باش تثبت الميحك الميحك متع الجودة هو الزمن خاطر الفترة متعتوا يعيش بكتوا وبعد مدة تنساه أنا باش نبعد بكم شوية باش نبعدوا شوية على الفيل مو نرجعوا باش نحكيوا على المهن السينمائي اللي اللي تدور في السينما ميس كتابة السيناريو للإخراج للمونتاج للإتالوناج لهذا الكل اليوم نسمعوا ونشوفوا أنه فما الانتليجنس طويق ارتفيسيال نحس كأنه نحس جمعة أنه برشة ميادين مش كان الميادين معناها الفن مش كان الفن نحس أنهم في خطر كبير أنه اليوم تستعرض أنت هذه كتشات جي بيتي اي اي او مش جيوبك تعطيه فكرة تقوله أنا نحب سيناريو اي نحب سيناريو يحكي مثلا على فورة ولا على زوز يحبوا بعضهم وكل مرة وين يجيوا يقربوا لبعضهم إلا وتصير مشاكل ولا حاجة تكتبله جملتي أنت ما زلتك يكملت ومبعثهم وتقوله حاشتي بيها مثلا ذا مسلسل تعملولي في 30 حلقة اي هذيك شو توت سويتا بخي اي يبدو تك 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 في 4 ساعة من زمان عندك 30 حلقة مكتوبين مريقلين تعباش سيناريست شوف هذي نحكي في سيناريو برك تكنولوجيا طو قعدة تاخذ في وتتقدم ياسر لبر على اللخر توسكي تور كل شاي بشي ولي الروبو في بلاستنا نحس أنه السينيما زادة بش تاخذ وحتى الممثلين يعني وحنا ديوما عنا ممثلين على كالدي وعملوا الأفاتار الأول والثاني وواحده كل مغير حتى الأصوات ينجم حتى بالمكينات يعملوا الأصوات اليوم كي ما وصلوا ما يجيبوش عاسفين وما يجيبوش ويحد بآلة وحدة يعطيك الأصوات أنت اللي قادة تحكي فيها صحيح أما هذين سي فلاب بورو كونسومابل يعني تجيبو تعمل تجيبو سلسل تجيبو تعمل تجيبو تعمل فيلم تجيبو تعمل كل شي وماش حاجة جيدة يعني عندها وده من اللي بدات يعني توا وصلت لبو جيم تحا ببزيل ثم حاجة أخرى زادة يعني بصفة عامة يقول لك عنا غيتباد لديفلوب يما تتبعوا ما يستنىكش لديفلوب مش تقولوا لا يرى وانتل سيستيم تاك بدأ يدخل وبين توا إن ولا آوت توا توا إن ولا آوت في كل شي رأى كسا سوا في الاقتصاد كسا سوا في كل شي كالك بسقولوا آه لان هذا يرى ومش عجبني قول لك باب مش عجب معنا ما يستنىكش وميقفش معنا اللي نحكي وفيه يصوفو منه معنا هو قاعد يقدمه بشي على البروغراميق توا مين بيخ توا تعرف شي عملا يحط وجه ويحط روبرتي دونيرو ويحط وجه وحد وحد داخل معنا سفت تلمو بيا لما يفق بحدي شي ما اليوم تحط تصوير اي حد تقول اللي تحب فما تلو جسير يخي يعطيك عشرة حي يكم يقول لك فمتني وتصوير عبد معروف هو يتكلم شفيف وتتحرك نديري هو يتكلم هذا يقول سي بول كونسومر لترا ويحط أرتيسيق ديما عندك هذا دوما سي ديز سي موش دي فناليتي موش حاجة هدوما سي نعطيك اجزمبل بثان أنا كنت بقبل السادي تاتون ديما يسمى فيلم لابوخ فتا اللي فيه غلين كلوز وش شنين القصة بتالا موش حكي فرح مع شنو هو مشاه عنده خدمة فيه وبقا تعرف على غلين كلوز ضربت فيه خلطت عن لقاتوا معارس عن ثلثي مشاكل ونونا فيو خمسين منهم مياه اللي بصار وعب ولف بلخ ما شنو الفرق بالفرق بالفرق من هذا والأفلام بلخ سي طريقة الطرح متاعه دونك هذي هي طريقة الطرح هالتكنولوجيا الكل ما تجيبش تغلبها التكنولوجيا كيف تكتب سيناريو تعطيك ضو تعمل بكل شي أما ما تعطيكش طريقة بتاع الطرح وكيف تحب شخصيات كيف شخصيات يشدوك معناها بزيلة اللي قل هو تسهلك تولي أسرع ما زل ما قالش هيا مش نصنبش يجاوب معناها أسهل أسرع أما ما تحلقش بشاكل وزيد حاج رأو هذو هالي سيناريو سيناريو بخفي حالو كل لغ بعد ساعة يفو باك سيناريو بخفي يعني مش كل شي مفسرين و يعني يفو لأهو يسمع منك يسمع منك تقول له تيوم ريكتي في هذي لأ نحبها كذي تك 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 ويعادي ريكتي في عبارة على سكرتيرا سكرتيرا ريطا أنا هوم أفكاري وانتي ويديفلوك ويخياتي هوم هذو باش يعطيهم يعطيهم شب بخجي سو كون أبل بالفرنسوية دي متور en image ميز en image على خطي شو ما يفهموا مش كيف نحنا بعد ساعة نبال بزو جينا التكنولوجيا ندخلوها بعضها تولي فن وعار وصينيما وريدزازيان تك 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 كل شي هوم غادي كلام اللي يخذبوا هكي يخذبوا بيهم رأوا موش حاجة ثم حتى كتاب يعطيك كيفش تكتب فيلم عند كل ربع ساعة عايز بك عانشها كرة تحبتها عن فيلم فوكيب أنا هي ثمة أما هذو إن فوها شركة بتاع انتش تاخذ هالتكنولوجيا هذي الكل ما تعايتش الكوبولا تعايت واحد جون كي ميترز التكنولوجي يل فا ميترسا en image بسكو تعرف ملول بسكو ما تتهمش روح بسكو الماكينة ما تعطيك شروح بتعطيك احتية ميتطريقة الإخراج ما تعطيها لك شو الماكينة مثلا تجب الماكينة أتقول لك أعمل بلونغش يقدش طوله بلونغش نجب نعمله في دقيقة طار يعمل ثلاثة دقيقة معنى سلا لابيزانس امين معنى وجود الإنسان يقلط بعد معنى هذو من كل سيئالات أسرع تجب تعمل برشة مسلسلات تكون تعمل في مسلسلة ما تجمش تفك الطريقة معنى طريقة الطرح كيف نقول ديما تصحح الأبضاء أنا نتصور سيطهر معرض لحكاية هذه أكثر من غيره كأستاذ لأنه طوى تليم ذا كلهم يعرفوا هالمنصات هذه يعرفوها ونتصور راهم يخدموا بها يخدموا بها أكلف يعود تقول له بشي كسر مخه ياسر هو يكتب جملتين يكتب له سيناريو يجيك الصباح يقولك تفضل سيناريو أما الزمن توي صف هو شوف الحكاية دي أنا بالنسبة لي أنا فيها زوز أوجه ومز يعني الوجه الأول هو التكنولوجيا والتقدم ديما يحط الإنسان قدام ضرورة التقدم ايه سيف عليه احنا قبل كنا نتنقل على الساقين بعد بش تتنقل في سيارة تتعلم كيف تسوق السيارة التليفون وتخلق لك بعدها هي وضعيات اللي هي تأثر في التطور الذهني متاع البشر يزمو يصلي يزمو يطلع على البترول أي حاجة على كل معناها التقدم متاع الآلة يقول لك البوستول ايجيناير الابروغريسيون والذها اللي منجمش بش يوصل يولي يتفاعل مع الذكاء هذا الاصطناعي والذها يفوتوا بش يتماحل بشي نورمال حاجة عادية جدا انت لو كان جيتا وتتنقل في تونس ماكش بش تاخو جمل بش تمشي من تونس للزهرة تاخو تاكسي اللي مسكين كان يخدم بجمل الله غالب عليه وعليه القاع حال لماش يخدم في البحر وبدلها وولاة امور دونك بش تتأقلم على وضعية جديدة اما انت ما عايش بش توقع في كل ميدان هذك هو فيش يخدم من البحث موسي الزالجوريت الزالجوريت ما دهو من ياخذوه من نجاحات الكل ومن تركيبات الكل على ألف 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 أنت وقت تأخذ فيسبوك تكتب جامعة على حاجة تتسجل قداش من واحد الان وتتخلق ديزالفوريتم دو بروديكشيون دو كرياسيون ولذا ما يساعدش خلي اللي احنا خلقناه البشر موش احنا معنا خلينا اللي تخلق من البشر هذي الذاك الاصطناعي خليه يدزنا إلى ما هو أحسن مثلا الأحاسيس الحاجة الثانية سيكو في آخر أعطاك الأزرق والأحمر والأخضر أنت ما عايش بكش ماك بش تحب توظفو معناه بش نوصل ونحاول ونجاوبو على السؤال الصعب اللي ديما موجود في البشر موش خلقة الانسا دي هو لماذا مش كيفة لبوركوا علاش أنا ديما نذكر هنا للفدل كالطالبة نتاعي قلوا علاش عنا زوز رواري وقلب علاش موش زوز رواري وزوز قلوا ما نعرفوش ما زي مش نعرف علاش أما نعرف كيفاش الرية تخت نعرف القلب كيفاش يخت نعرف الكليو كيفاش نعرف الكره كيفاش تخت نعرف الكرة الأرضية كيفاش بتجي تقس ويجي وتتبدل فما علاش الدور فما جادي بي دونك فركس الكومون ومن بعد قلوا كم جادي بي ومن بعد من بعد لماذا اخترت انتي شنية قناعاتك ذو ما تلف السؤالات نسألهم نروحي كي نطلع كممثل على المسرح أنا وي أنا شنعم انتي علاش اخترت الوضعية دي لوبوحكو اللوجيسيل بيستخدم بي الانتليجانس سرتيفيسيل بيشتعطيك وضعيات قوية أما لا أحاسيس ولا جمالية الأحاسيس والجمالية عندك ولا ما عندك شواليذات تسمو بالبشر إلى ما هو بشري أصلا الأحساس والجمالية أما التقنية ما هيش متاعه باش يفوتوا الزمن فيها يحب ولا يكرر كيما الماشيين هكالكيولي يحب يأخو قلم رصاص ويقعد يشوف عند العطار ششريها حكت ماتم وششريها ويكتب ويطلع بالواحد ويرجع ينجم يعمله أما ورين يقديش من واحد حتى في الأحوام في آخر الكورة الأرضية شكون العطار ما زال يبيع بالقلم رصاص ما عادش عنده ماشيين ما عادش حتى اللعبة ولي بيشمشي مع التطور يقولوا شعندك إذافة خلني مشي وزادة حشغرة فيها حويش باية طبا بأيزانبلا قبل مش قبل مش نعلم نحكي خمسة سنة التالية معنية أحكي مثلا مديرتي تصوير يقوم بالإذار نسميوها مديرتي تصوير هكا اللي قبل كان الإنسان بيش تعملها من الآلة بوقت تطلب من التقنيين ولا من المخرجين بيش يكونوا أقوى من اللي كانوا فيه قبل معناها تدموند الإكسلنس معناها التكنولوجيا قعدها تدز فينا بيش نكونوا أحسن من التكيوش على طرف تقنية وعرفت إن نكتب الشيناريو أو لأخري يعرف يكتب الشيناريو عايز عايز أو لغريت من هذا يكتب لك سيناريو معنا إذا كتعمل السيناريو فيه حاجة مش سيناريو برك تعامل ضو مش ضو برك خاتش الضوطة والكاميرا إذا ما عندك ضو وفيه قتل كيف يقولوا معناها هبدا دوك ساس بو كفي حواج بوزيتيف أرتيستيك وثبا حاجة أخرى كولو ذوي أوبا معناها حسب رأي إن الفترة هذي قيلة ثالث ثورة في عالم من تاع السينما كان الأفلام قبل وبعد جاء جاء السوت وبعد جاء الكولور وطلو حسب رأي ثورة أخرى معنا العشر السين بتويلة ياسر حواج صاروا وحسب رأي التقنيات قد بتبرش معنا معنا معناش خالطين معناش نجموا راقتو حسب معنا بصفة عام دي مساس سيكليب بعد طلو نحكي لك حكاية كانت جاءة فترة أقبل أفلام الكل فيهم زوم أفلام كل فيهم زوم سيتي تغير سلاموت أفلام كل فيهم زوم بعد جاءة فدرس كون أفلام فيلتر تطبع كل كل في بقى فيه فيلتر معنا صاروا فزا بعد السينما يعود يرجع يعود يركع أشو باسكو أنا جو شو أوبتيميست باك شو أنا خاش براي سوف شو أفلام سواء في أفلامك الحقيقة معناها ديما نهائتك سعيدة في أفلامك لا فهم لي يخليك محلولة فهم لي يوفيها زدها يخليك مأزم الحقيقة بتعرف يفهم لنواع لنواع لكم على كل المحلية الأحديث بيانكن هربت بكم من الفيلم قاعد نحكيه على السينما أما بقي في السينما احنا ولمخرج نش منه لحقيقة لغال وقتنا وفاق سمعي على النهايات السعيدة النهاية متع فيلي متع آخر ديسمبر فيش أنا عجبتني يخرج من الكادر معنا الظافر يخرجوا وتبقى الفلوكا تفلوتي فين بيش تهزهم عطل هما شنو الرابط بينتهم هو الرابط بينتهم أنه يحبوا يعاملوا حاجة يعيشوا مع بعضهم أو لكن ثم الوضعية العامة كما البحر اللي كان يمشي فيه اللي ندراك الوضعية بيشتفيها نجاحات ولا لا فيها ممكن إخفاءات ما نعرفوش وذلك مثال من الأشياء لغم اللي في نهاية السعيدة تقابلوا لكن ثم هذه البصمة اللي ما تلقاهاش في الانتليجانس سرتيفيسيل هاوكا قاعد قاعد وشي ماذا بلع بلع صحيح صحيح يحيى السينما على كل حال والمخرجين والفنانين بصيفة عامة وإحنا عامنين جسدنا الحسة هذية ريانك نحبه ديما ننهضه بالسينما وتتقدم وأن المواطن التونسي يشوف المخرجين يشوف المعاناة تمتاحهم كيفاش بشيوصل يعني أنا كنسمع مخرج يقولي عشرة سنين وإنا نجري بش نعمل الفيلم معناها نحس مش بيبه متاعه كان بيبه شد تسعة شهور لا مش بيبهنا سألة مش بيبهنا سألة روثما خمسة لاف بروديكتور مبونتش أما قدش تم مبونتش عشرة خمسة عش بسكو يزبك تكون تحبها الخدمة هذه وكيف ما قلتلك كل بروجي سيم مغامرة معناها اللي اللي مفرش هذا قدش مزال لها بش تبدأ حنبع حنبع نبدينا في التحضير أه وبعدك نشوف الإبكاريات اللي عندنا وبعدك نشوف شنجب نعمل شنجب 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 بعدك تقولي بش هيكل أخر طوى 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 نستنى فيه بكي قود دراج أنا ديما ديك نخدم حاجة بعد حاجة بعد حاجة نحل الشانط هيك وبعد نوح فيه نظر طوى قاعد عملت شفت مين بعدك نشوف قدش عندي إمكانيات بعدك اتعدل إن شاء الله ربي سهل معناها بلد وصيبوها مرة أخرى سيطهر طوى انت وقات ابتحانية طوى عاد وبدأت تكبس الدنيا وفم الأشرة طاعة الطلبة وشي معناها حق يشجع لأنه جيت معناها طوى وقاتن والناس ويحب يعني السينما ب لغة السينماية مش بالباس وخرجنا مك الوقت الثورة وناس كل تحكي مع الدراج ولا على الحرقة ولا على الثورة مش معنا مش مهمين مواضيع أما كيفاش مش توصل تحكي عليهم بصفة مغايرة وكما أنا حكيت أنت شبتلي على المكتب شقول أنا زاد على التلفز كي كان لوح الكرة مجديد إن شاء الله برامج هذا أو كيف البرنامج هذا اللي عنده اهتمامات سينمائية يقع ويدوم في التلفز وفي التلفز الوطنية لأنها هي الدعم الرسمي التلفز شدة صحيحة مجد المخرجين يشدوا صحيحة معنا ويعاونونا مش سهل رأوا أنا نعد فيها الحصة ونعرف سكسي كل حصة بش مك نلقى وش كون اللي نجم يكون معاه ونلقى 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 ما هيش حكاية سهلة بالكل ستاهل مش متأخذوش أمور استهلاكية وظرفية التلفز عندها بعد آخر وعندها إمكانية مع البشر الموجود في تركيبة المخ متاعه لأنه كما قالوها قبل ألاف باش تعمل شوية فلوس خلينا متألف زا توسطها وخلينا من لكل ومن لفلا أنت كمخر شو بينك إن شاء الله في القليل كليتك التعليم والدراسة والكلام ذا وحد كل كليوك فما إن شاء الله زوز مشاريع بداو يطيب إن شاء الله زوز مشاريع مش خطر لزمزوز عملا خطر الظروف حبت لكل واحد شنوه التواجم وجاء الوقت إنه يزم يتعدى المرحلة اللي بعد يا رب يا رب فهم كل باب السماء خلينا نعود نشوفه بخيل بخيل كليتو المدرسة كليتو كليتو بعد وقت يبدأ يكلف في الكوميتاج بعد يك زيادة قص وبعد يك رجعت عملت حويش عملت كوميتاج وليزو بعد قصيد بعد بعد قعد نفك المسلسل ومسلسل الثاني عملنا مسلسلات مع التلفزة ولكن 30 حلقة ومسلسل الآخر وشوية مع إنتاجات مع الأجانب في الكتابة حسير سيلي الزليات لك بانسير واحد زيادة زميل من لبنان كتبت معاه ثلاثة أشرطة لكن تصوروا في لبنان أنا بيدي مزيد ما شفتهم وش على كل ربي سهل ربي سهل نشوفوك في عمل جديد كذلك سيمو عز كل التوفيق إن شاء الله ربي وفقك في الفيلم جديد وربي قويك عليه ويخرجنا فيلم به ونتابعوه معاك إذا ممكن تعريت لنا نحضروا في البلاتو ونصوروا فهمت نستنى في الدعوات من العديد من المخرجين اللي قاعدين يصوروا معناها يستدعاوا برنامج زوم نجي ونصوروا ونتابعوا معاهم الأفلام متاحهم حتى وقت الإنجاز متاحها قسيط عليكم بش تقول كلمة أو؟ أوي اللي حنا بعل فيها فيها برابرك كهو معنا بفيش لسال فيه بذلك إينا إينا مدن برابرك حسينو يعطيكم الصحة كانت حلقة خفيفة محليها رائعة وبوجودكم الزوز ديما إن شاء الله ترعطينا حاجة جديدة حيش إن شاء الله ليه تهن لأننا حسها بالحق إينا إينا نبدأ إحساسي من هوني أنا عرف الحسة بش تضرب نيش حاول لا لا لحقيقة بديت عندي شوية تجربة ما صعب نيش برشا وصخانة بار قتلتنا وصخانة بلد سخونة يسامحون أنا نزلت في العرق لما حالت بلد دنيا سخنة كيف كل الولادات تتعدى بالعرق يعطيكم الصحة الزوز أحنا هاكا نكون كمالنا حساتنا لليومة التقي وإيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بعد المسلسل كي لعادة تصبحوا لخير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة